تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 488 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 122 أو 52 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 84 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 55 قضية خبز نقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمعصفات